خلي بال حضرتك هو النادي الاهلي بيلعب بدون جمهور ليه في مباراة الهلال السوداني عشان النادي الاهلي الابن المدلل زي ما بيتقال وانا هروح للموضوع ده دلوقتي ولكن عشان النادي الاهلي الابن المدلل زي ما شوية البيقوله لا شوية البيقوله لا مش عشان كده ولكن بسبب أمور السلامة الموجودة في استاد الجوهرة الزرقاء مش مستقفل لشروط السلامة النادي الأهلي ملوش علاقة دي لوائح الكاف ارجع حضرتك لأي حد عايز يشوف لكل هزاز الرؤوس عايزين تشوفوا هو نادي الأهلي ملعبش ضد نادي الهلال في ملعب الجوهرة الزرقاء بجماهير ليه؟ هتعرفوا لو رجعتوا للايحة الكاف وشفتوا إيه هي الشروط السلامة التي يجب توافرها في كل الملعب في منها كم شرط مش موجودين في استاد الجوهرة الزرقاء عندما يتم اتخاذ هذه الأمور خلاص الموضوع هينتهي والجمهور هيرجع والجمهور السوداني الكبير والعظيم والمحترم هيبقى موجود في الاستاد فاوقعوا تمشوا يا جماعة دون ناس بتفضل تعمل كده بس ما بتعملش حاجة تانية مهما تقال هيقضوا يعمل لك كده هو رايح لأي حرجع حروح للكلام ده لأن النادي الأهلي الحقيقة علقته طيبة بكل الأندية الشقيقة في كل الدول حتى في النسخ السابقة من دولة أبطال إفريقي لما ملعب المريخ كان غير متاح للعب الأهلي استضافوا في القاهرة الأهلي استضاف المريخ في القاهرة ولم تحدث أي مشاكل فأنا مش عارف الحقيقة وفكرة منع الجمهور من ملعب الجوارة الزقاء أنا اتكلمت فيها مليش دعوة أنا كنادي أهلي مليش علاقة بالعكس أعايز أقول لحضرتك حاجة بقى لعبت النادي الأهلي وأنا بقول لحضرتك لعبت النادي الأهلي نفسها تلعب في وسط جماهير في وسط مئة ألف عندنا مش مشكلة بالعكس إحنا بنبقى أفضل لما بنلعب وسط جماهير حتى لو كل الملعب ضدنا وخدنا بطولات كتيرة كده أنا أفتكر أفتكر أهو الصفاقسي 2008 خدنا القطن الكاميروني في جروة ما كنتش موجود بس خدنا القطن الكاميروني في جروة خدنا الترجي في رادس 2012 فجمهور ما تمشوش وراء هزازين الرؤوس مرة تانية محدش يدخر النادي الأهلي في طرف بالفعل هو ليس طرف في هذا الأمر طيب